بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد فالصلاة هي عماد الدين وهي معراج المؤمنين وقد فرضت في رحلة الإسراء والمعراج وذلك لشرفها ولقدرها عند الله سبحانه وتعالى ثم إن الله سبحانه وتعالى دع المؤمنين أن يستعينوا بها أن تكون الصلاة هي السند والعوء للعبد المؤمن فقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة العون والمدد والحماية من الله إذا ما التزمت بالصلاة إذا ما حافظت على الصلاة وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة إذا نزل به أمر أو هم أو غم لجأ إلى الصلاة ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو الذي كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال القفال رحمه الله كان من الفقهاء يقول إن تارك الصلاة لا يقع ضرره على نفسه هو وإنما يقع ضرره على نفسه وعلى الناس قالوا له كيف ذلك والله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى قال لأنه حرم الناس من الدعاء لهم في كل ركعة في فاتحة الكتاب نقول جميعا اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو لجميع الناس بصيغة الجمع اهدنا الصراط المستقيم وتارك الصلاة قد حرم الناس من الدعاء لهم وهذه الصلاة كانت مفروضة على جميع الأنبياء والدليل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أم بالمرسلين وبالنبيين في المسجد الأقصى صلى بهم جميعا ولتعلموا أن الصلاة كانت مفروضة على جميع الأنبياء هو قول إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من زريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وهذا زكريا عليه السلام يحكي القرآن عنه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام وقال القرآن أيضا حكاية عن عيسى عليه السلام لما تكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال ربنا حكاية عن موسى عليه السلام وعن أخيه هارون وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ما الذي تفهمه من هذه الآيات أن جميع الأنبياء قد فرضت عليهم الصلاة وأن الصلاة هي شرف المؤمنين وأن الصلاة معراج المؤمنين وأن الصلاة هي عماد الدين ولذلك سيدنا عمر وهو في سكرة الموت ما الذي أشغله وما الذي أقلقه وما الذي فكر فيه هل فكر في طاعني هل فكر فيما حدث له هل فكر في الموت لا إنما فكر في الصلاة نادى على عبد الله بن عباس قال له يا ابن عباس أصلى الناس هل انشغل الناس بما حدث لي قال يا أمير المؤمنين نعم صلى الناس فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة ولذلك عندما يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل يقول وشرف المؤمن قيامه بالليل عندما نقرأ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الرجل الفقيه العالم العابد ورد عنه أنه ما ترك صلاة الجماعة أربعين سنة لكم أن تتخيلوا هذا الإنسان ما ترك تكبيرة الإحرام في جماعة أربعين سنة لا في فجر ولا في ظهر ولا في عصر ولا في مغرب ولا في عشاء ما ترك صلاة الجماعة أربعين سنة لأنه يعلم قدر الصلاة وهذا سعيد بن عبد العزيز الدمشقي كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى كالأطفال بكى لفوات صلاة الجماعة لا أقول بكى لأنه ترك صلاة من الصلوات وإنما بكى لأنه فاتته صلاة الجماعة فالتزم أمر الله واعلم أن المدد والسند والعون من الله جعله في الصلاة أن الله يزيد في قوتك ويزيد في إمدادك ويزيد في عطائك إذا حافظت على الصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اجعل الصلاة هي السند والمدد والعون لك والقوة نسأل الله أن يوفقنا إليها وأن يجعلنا ممن يحافظون عليها اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته